تكلمنا في فيديو سابق عن كيف أثرت الدراما العربية على التمريد وعلى الطب واليوم رح نتكلم كيف جنت الدراما العربية على الطبيب النفسي والممرض في مستشفى الأمراض النفسية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا محمد ناصر أبو يوسف بحييكم من قناتي مذكرة ممرض نتكلم فيها عن التمريد مهنة العظماء فلو عجبك العنوان خليك معنا للآخر وإن شاء الله الكل يستفيد ولا تنسى الهاند واشنك، البس لجلافز، هات الماسك وتفضل معي اليوم رح نتكلم عن تأثير الدراما العربية والأفلام والمسلسلات العربية بشكل عام على نظرة الناس إلى الطبيب في مستشفى الأمراض النفسية وعلى الممرض أيضا لو أنت متابعني من زمان تعرف أنه أنا قلت في أكثر من فيديو أنه من أهم أسباب كره الناس للأطباء والممرضين بشكل عام هو الأفلام والمسلسلات العربية لأنه صانع الفيلم أو المنتج أو المخرج أو المؤلف ما بيقدر أنه يجيب سيرة الرئيس أو الوزير أو رئيس الوزراء أو النائب في البرلمان أو أي إنسان في آي بي فبروح بشوه صورة المعلم في المدرسة والطبيب في المستشفى والممرض وأي فئة من فئات الشعب ملهاش أهل يسألوا عليها وقلنا أكثر من مرة أنه كثر عرض الصورة يعمل على ترسيخها في ذهنك بدون أن تشعر فكل فيلم بيجيبه فيه الطبيب مش كويس أو حرامي أو نصاب أو بيحب المصاري بس أو ما عنده إنسانية ما تكرار هاي الصورة شوي شوي بصير عندك أعتقاد أنه كل الأطباء اللي في الدنيا أو كل الأطباء اللي في البلد ما بيعرفوا ربنا وشوي شوي بتلاقي حالك كل ما تدخل مستشفى تنزل فيه مضرب من قبل ما تسألهم قداش الساعة فيديو اليوم عند الطب النفسي والأمراض النفسية من وجهة نظر درامية في أكثر من فيلم عربي لاحظنا أنه الفيلم بيوريك الطبيب النفسي على أساس أنه مجنون زي وزي مرضى بالزبط بيشد في شعره أو شعره منكوش أو مثلا أواعي مش مرتبة أو ريحته طالعة أو بيضحك لحاله أو بيحكي لحاله زي ما شفنا في فيلم فص ملح وداخ على سبيل المثال بتلاحظ أنه الطبيب مجنون أكثر من المريض أصلا وكثير سمعتها من كثير ناس أنه أنا لو صار معايا مرض نفسي ما رح أتعلج ليش؟ لأنه معظم الشعب ما يخذ فكرة أنه المريض النفسي والمجنون اللي مش ممكن يصير بفهم نفس الإشي معظم الشعب ما يخذين فكرة أنه أنا لو رحت على دكتور نفسي أو أخذت دواء نفسي معناته أنا مجنون وكل الناس مش رح تحترمني والسبب من وين؟ طبعا الأفلام في بعض الأفلام منلاحظ أنه الطبيب بيخترع أسليم من عنده لعلاج المرضى لا موجود في أي كتاب ولا اخترعها أي عالم ولا موافق عليها من أي مستشفى محترم بالدنيا ولا بتتدرس في الجماعات ولا موجودة في الكتب وكلنا عارفين أنه الطب زيه زي أي تخصص صحي يعني ما بصير تجيب علم من عندك أو فكرة من عندك وتطبقها على البشر بدون ما تكون درستها في الجامعة على سبيل المثال فيلم عصابة الدكتور عمر بيقولك أنا عندي أسلوب جديد في العلاج قال إيش؟ بصدم المريض بالإش اللي هو خايف منه أو الإش اللي بكره وبالتالي بطيب بالصدمة طب وين هذا الحكي موجود؟ لا أنا ألفته من عندي زي ما في أطباء بيختروا أسليب للعلاج من عندهم في بعض الأفلام بتلاقي المؤلف أو المخرج بيخترع أمراض مائلها وجود أو نفس المرض بيكون كاسم المرض موجود لكن هو بفهمه غلط أو بيقدم لك يا في الصورة غلط من أشهر الأمثل على هذا النوع فيلم فاصل وانعود للطرابل انشقاقي أنت بتنسى مع كل فاصل يا عربي ما أنت فاكر أن ابنك تخطف أهو؟ لا أنه فاكر كل اللي حصل قبل الحدثة لكن اللي حصل بعد الحدثة هو نسيه ما سكت تسكب بقى للطرابل انشقاقي مرض موجود أنت بتصير معك مشكلة معينة أو خبرة سيئة جدا أنت حابب تنساها فبتنسي هاي الخبرة والظروف اللي أحاطت فيها والفترة اللي حصلت فيها كلها يعني هم فهموا بالفيلم أنه العكس هو اللي بصير بطل الفيلم بنخطف ابنه فبتلاقيه بعد ما ينخطف ابنه بنسى كل إشي أي إشي رح يصير من اليوم وطالع ما رح يتذكره هذا المرض موجود في مرض اسمه للطرابل انشقاقي لكنه فعليا العكس المفروض انه ينسى اليوم اللي طلعوا فيه وثاني يوم اللي انخطفوا فيه ينسى هدول اليومين ويتذكر اللي قبله واللي بعد في بعض الأفلام بتلاحظ انه الطبيب ميخذ المريض على قد عقله أو بتخوه على المريض أو بيكذب على المريض أو بيخبه عليه انه طبيب أصلا علشان يعرفه يكشف عليه زي فيلم آسف على الإزعاق تبع أحمد حلمي الطبيب عامل حاله جاي يستأجر البيت وهو أصلا بس بديه شوف ردة الفعل تبعة المريض وبدو يخليه يعترف انه مريض نفسه وبعدين يقول له تعلع العياد ومينكمل علاجه أول اساسيات العلاج النفسي ما بصير الواحد طيب ولا يمكن المريض يشفى إلا لما يعترف أصلا انه عنده مرض ثم يعترف انه بحاجة للمساعدة ثم يروح للطبيب النفسي بينما انت مش قيل له انك طبيب أصلا كيف بدو يا يثق فيك ما فيه relationship بينك وبين المريض ما فيه طبيب بالدنيا بيعمل هيك تضحكوا عن الناس ليش أكثر صورة تم استعمالها في المسلسلات والأفلام العربية عشان اتذكرك بالطب النفسي هي صدمات الكهرباء عندهم صدمات الكهرباء في الدراما العربية مجرد أدالة تعذيب انه انت كمريض نفسي لازم تسمع الكلام وتشرب الدواء وتنام في الساعة اللي بنحددها وتصحف الساعة اللي بنحددها لو ما رديت علينا بنوديك على غرفة صدمات الكهرباء وهذا الكلام طبيا مش مصبوط صدمات الكهرباء أسلوب للعلاج زيه زي غيره وإذا كان دكتور فهمان واستعمله بعقلانية وبمقادير وحسب بروتوكولات طبية معترف فيها المريض رح يستفيد منها كثير ويمكن يشفى في بعض الحالات أيضا الطبيب النفسي أو طبيب الأمراض النفسية في الدراما العربية ما سلم من الاتهام زيه زي الطبيب العادي زي ما أي طبيب ممكن يجيبوه في أي فيلم عربي أو أي مسلسل يتحرش بمريضة برضو الطبيب النفسي جابوه أكثر من مرة يتحرش بمريضة لأنه مفكرها مش بوعيها ومش رح تعترف عليها ومش رح تشتك عليها زي مثلا فيه فيلم لأحمد حلمي اسمه صنعه في مصر أظن بيجيب لك الدكتور بس بيدور على البنت يتحرش فيها ومن أكثر الصور اللي وصلت للناس غلط عن المرض النفسي أو المريض النفسي أنه المريض النفسي سهل جدا أنك تتعرف عليها كثير ناس اسأل أي واحد ما جاء في الشارع قل له كيف بتعرف أنه فلان مريض نفسي بيقول لك بيحكي مع حاله بتطلع حواليه لعلمك في أغلب الأحيان المريض النفسي ما بتفرقه عن الإنسان الطبيعي وفي بعض الأحيان ما بتفرقه عن الإنسان المتعلم والمتعلم تعليم عالي جدا أنا شفت في حياتي مرضى نفسيين تقدر تستخدموا قموس اسألوا عن معنى أي كلمة من إنجليزي العربي بترجم لك في مرضى نفسيين معهم موجستير في مرضى نفسيين معهم دكتوراه فمش أي مريض نفسي بيقول لك أنا مريض نفسي أو بيبين بوضوح أنه مريض نفسي في كثير مرضى نفسيين لا يمكن يكتشفهم إلا الطبيب النفسي الخبيل وهذه الصورة عرضت في أكتر من المسلسل مثلا عصابة الدكتور عمر بوركنهم كيف بيحكوا مع حالهم واللي بيخاف من النار واللي بيخاف من الارتفاعات وماشي وهو بيخاف من النار بس مش رح تشوف هذ الحقيقة إلا لما توريه النار في مسلسل بدل الحدوثة ثلاثة برضو بحسسك أنه الطبيب النفسي كل مرضى بيحب العنف وكل واحد اللي جاي على جلسة العلاج النفسي معه شكوش واللي جاي معه سكين مش لها الدرجة على ذكر فيلم آسف على الإزعاج في كثير من الأفلام والمسلسلات بوريك أنه المرض النفسي دائما سببه موت إنسان قريب أو حبيب أو مشكلة يعني بيكون يحب واحد بتتركه بيصير مريض نفسي أو بيموت أبو أو أمه بيصير مريض نفسي هذا الحكي مش دائما بيصير المرض النفسي مرض زي أي مرض إله أسباب كثير منها أسباب ورثية أسباب اجتماعية أسباب عائلية أسباب كيميائية ممكن يكون سبب المرض النفسي أحيانا ضرب أو حادث سير أو وجه على راسه أو ممكن يكون اختلاف في بعض الهرمونات أو اختلال في بعض الإلكترولايتس يعني فيه ناس بيطلع البوتانسيوم منزل السوديون بيصير مريض نفسي بتصير أحيانا فيه نظريات بتدعم هذا الحكي فالمرض النفسي مرض عادي جدا زيه زي الضغط زي الإنفلونزا زي السكري زي الصرع زي الجلطة ممكن يجي لأي سبب مش معناته أنه أنا مريض نفسي معناته أنا أبوي توفى أول مبارح أو خطيب تتركتني أو أنه أنا لا بصلي ولا بصوم فخلص معناته أي بن آدم مش مؤمن ربنا بيعكر عليه حياته فصار مريض نفسي لا في أحد الأفلام لمصطفى أمر كان اسمه مفيش فايدة أظن انتاج عام 2008 كانوا يوروك في الفيلم أنه الحشيش هو سبب الهلوس تخيل يعني مريض دايما بحشش بعرف أنه بعض أنواع الحشيش ممكن تعملك هلوس مؤقتة لكن هذا الإنسان كان طول عمره بحشش وفجأة صار يهلوس وشوف أشياء مش موجودة حتى في الأيام اللي يكون صاحب فيها وهذا الكلام طبيا ما بيحصل في بعض الأفلام بيوروك أنه بعض المرضى النفسيين بدخلوا المستشفى فقط لخلاف مع مسؤول أو شخص متنفذ في البلد أو واحد إيده طايلة زي ما بيسموه وبالتالي صارت الناس كلما تشوفوا واحد مجنون أو مريض نفسي أو موجود في مستشفى نفسي بتقولك أبصر مين يمزعل عشان جابوهان وهذا الكلام ما بيصير به السهولة يعني الطبيب إنسان متعلم ودارس وبيعرف ربنا وحالف يمين وبتحاصل قانونا فكيف أنا كطبيب أقبل إنه يدخل إنسان سليم عندي وأعطيه أدوية مش لازمة إله وعرضه لجلسات كهرباء وعذبه وفي الأخير ينجن عن جد من كثير ما أخذ أدوية هاي الصورة عرضت في فيلم قديم لمجد الخطيب أظن مجد الخطيب وكمال الشناوي كان اسمه الهروب من الخنكة الخنكة يعني من المستشفى النفسي فهي كانت بتحب واحد وأخوها مش عارف غني أو مسؤول كبير فقال لها أنت بدك توطي اسم العيلة تحبي هذا واحد جربوع وتحبي واحد فقير فدخلها مستشفى عشان تصير مجنونة بس لإنها زالته بالنسبة لتمريض المستشفى النفسية أكثر ناس انظلموا من بين كل التمريض اللي في الدنيا في المسلسلات العربية تمريض المستشفى النفسي شغلته بس روح مع الدكتور على بيت المريض ولازم يكونوا كلهم طولوا بعرض كأنهم مصارعين أو ملاكمين أو رايحين على جم ولازم يكونوا عصبيين وما حدا بيقدر يحكي معهم وما حدا بيقدر لهم ولازم يكونوا أغبية متخلفين عقليا شغلتهم بس يتابعوا أوامر الطبيب وما فيه على لسانهم إلا كلمة حاضر يا دكتور وبس شغلهم في الحياة إنهم يمسكوا المريض يكتفوا وربطوا ويرموا في الأمبلنس ويلا على المستشفى الدكتور قال لهم اجيبوه أمرك يا دكتور أكثر من هيك ما بفهمه يعني يشوف مثلا فيلم في الصمع الحوداخ بيوريك إنهم متخلفين وهبل وبضحكوا مع المريض وبضحكوا على هبله وبضحكوا على الجنون اللي عنده وكأنهم مبسطين إنه زلي من جن وفي كثير من المسلسلات كانوا ورواك إنهم بعذبوا المريض بس لإنه مريض يعني أنت دنبك إنه صار معك مرض نفسي ممكن المرض نفسي أجاك من مشكلة أجاك من وراثة أجاك من التهاب صحاية أجاك من حادث سير مش مشكلتنا إحنا بدناش حدا يجززنا إنت مشكلتك إنك مريض ولما قل لك شرب الدواء بدك تشرب غصبا عنك وهاي الصورة موجودة في الأفلام العربية عن كل التمريض مش عن تمريض الأمراض نفسية بس في النهاية رسالة إلى كل صناع الدراما العربية مشان الله حلو عنها إذا ما بتعرف إنك تقول الحق لا تطبل للباطل مش كل ما في تح تلفزيون ألاقي ممرضة بتسرق دواء من المستشفى بتحطه في جبتها ممرضة بتتغزل في مريض مريض بتغزل في ممرضة دكتور بطلب فلوس من العيان ولما يقول له معيش بقول له خلاص موت مش رح عمل لك العملية دكتور بتحرش في ممرضة معنا مئات الآلاف من الأمثل على ناس بيعرف ربنا وبشتغلوا من قلبه رب وعندهم علم وعندهم خبرة عملية وعندهم أساس من الأخلاق والدين وعندهم ضمير وبشتغلوا بحق الله ليش ما بتجيبوا سيرتهم نفسي أفتح لأي مسلسل أو فيلم عربي يوريك إنه كيف الدكتور بلقى حياة بين آدم من الموت مثلا أو كيف الممرضة بتصهر على راحة مرضاها ولا يمكن فيما بعد رح نرجع نكمل هاي السلسلة اللي هي لماذا لا يحترم الناس الممرض في بلادنا أول خطوة اللي هي الأفلام والمسلسلات ثاني سبب إنه الممرض نفسه ما بيحترم نفسه وهي عملت عنها فيديو لحال وراح نكمل باقي الأسباب في فيديو مخصص فيما بعد استنوني في النهاية لو عجبك الفيديو لايك للفيديو لو عجبتك القناة اشترك بالقناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك جديدنا أول بول والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر